دعا رئيس التحادي كرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل رجوب فرنسا إلى منع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية فاريس 2024 على خلفية مشاركة القائمين على اللجنة الأولمبية الإسرائيلية واللاعبين الإسرائيليين في الحرب الدائرات على غزة وتوقيع أحد اللاعبين على صاروخ أسلقه وقد كتب عليه هدية لأطفال غزة خلال معتدر صحفي في رمالة أكد رجوب أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الرياضيين والشعب الفلسطيني وسياسة التضييق والخنق التي تمارسها على حركة الرياضيين تسقط كل حق قانوني للاحتلال بأن يشارك في أولمبياد فرنسا نحن بتقديرنا وبقناعتنا بأن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وبحق الرياضيين الفلسطينيين وبحق مؤسساتنا ومنشآتنا بما في ذلك سياسة التضييق والخنق التي تحصل في شرق القدس وفي الضفة الغربية على الحركة الرياضية نعتقد بأن هذا أسقط أي حق قانوني أو أخلاقي أو إنساني لهذا الاحتلال أن نشارك في الألعاب الأولمبية في فرنسا ترجمة نانسي قنقر